كيف رأيت هذه التدخلات الأجنبية بمواقفها أو بتنديدها أو بتعليقاتها على الاستفتاء وعلى نتائج الاستفتاء سيد جمال مارس مساء الخير تحية لكم وإلى كيفة مشاهدي القناة طبعا السياسة الأمريكية الخارجية تقوم على التدخل في شؤون الدول هذه سياسة معروفة وبالنسبة لموقفها من استفتاء الجمهورية الجديدة يعني دائما حركة الإخوان بالنسبة للأمريكان تعتبر ورقة يريدون المحافظة عليها فقد رأينا ذلك في سنة 2013 عند اغتيال الشهيد محمد البرهمي وعند قافع بال البرلمان كيف خرج الشعب التونسي إلى الشارع واعتصمها في ساحة باردو ولكن وقع تدخلات وذا ضغط في اتجاهها بيعرف بالحوار الوطني الذي أعاد الإخوان من الشباك بعد أن أخرجه الشعب بصورة رسمية كذلك في انتخابات 2014 عندما فاز ندا تونس وتراجعت حركة الإخوان حصل لقاء الشيخوان في فرنسا بتدخل خارجي وأعيد الإخوان إلى الساحة السياسية اليوم ليس من أصلحة الأمريكان أن يخرج الإخوان نهائيا من المشهد السياسي التوسي وبالتالي يضغطون في اتجاه دعوة إلى حوار وطني تشريك كل الأطراف يعني هذه السياسة المارقة للأمريكان مازالوا لم يحتربون القانون لم يحتربون مبدأ سياسة الدول مبدأ عدم تدخل في الشؤون الداخلية للدول فالسفير لمازال لم يعين أصلا في تونس ويتكلم ويتشدق من أمريكا تجاهب الشعب التونسي نحن نقول له أن الشعب التونسي شعب حر ندعو الأمريكان إلى تغيير سياساتهم الخارجية التي أفلست أقول أفلست وأن حتى بعض الدكتاتوريات التي سردها اليوم أصبحت تتخلص منهم واليوم رأينا زيارته إلى المملكة العربية السعودية كيف قبل بها رئيس الأمريكي الأمريكان أفلسوا في الاتجاه ونحن نرفض هذا التدخل بصورة قطعية في إرادة وسيئات الشعب التونسي الشعب التونسي كان سأل إخوان من المشهد السياسي وسيتمسك بهذا الموقف وسيتمسك بجمهوريته الجديدة وليفتح الباب مستقبلا وبصورة نهائية أمام الإخوان العودة إلى المشهد السياسي التونسي سيد منذر ثابت هل إبعاد الإخوان حزب حركة النهضة عن المشهد هو سبب هذا التنديد أو هذا الموقف الأمريكي من المشهد السياسي والخطوات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد في سبيل قيام جمهورية جديدة ومرحلة جديدة لتونس أم لديها ربما الآن ستتكلم بالديمقراطية إلى غير ذلك وفي نفس الوقت ربما ستستعمل للإبزاز الاقتصادي جزئيا نعم هو الربيع العربي عندما خطت له على أساس وضع وتنصيب الإسلام السياسي كمركز لمدار منظومة برلمانية أو شبه برلمانية مواقع في العراق تقريبا شبيه لما حصل في تونس وما خطت له بنسبة لسوريا وما إلى ذلك المفارقة أن أمريكا الدولة الفيدرالية النظام يقوم على المبدأ الرئاسي نظام وفق نموذج رئاسي في حين أن الإدارة الأمريكية في نسختها الديمقراطية مع باراك أوباما وهيلاري كلينتون سوقوا لنموذج برلمانية أو شبه برلماني نقطة خلافية أولى مع قائس سعيد الذهاب إلى النمط الرئاسي إشكالية الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان السائدة المهيمنة في المركز الرأسمالي كما يقول سامير أمين هو رفض النظام الرئاسي الذي يكون فيه النظام صعب الاختراق صعب التطويع بقطع نظر عن طبيعة النظام وبقطع نظر عن علاقته بالديمقراطية المنظومة البرلمانية من خلال نظام الأحزاب من خلال المنظومة الإعلامية من خلال منظومة التمويل المرئي واللمرئي تمكن من تطويع إرادة الدولة من مصادرة إرادة الدولة من مصادرة استقلالية القرار وبالتالي تشكيل المشهد وإعادة تشكيل المشهد وفق المصالح بالطبع هذه المصالح التي غالبا ما تكون موضوع تفاوض بين واشنطن وباريز خاصة يعني علينا أن نفهم أن النقطة الخلافية الأولى بين الإدارة الأمريكية ورئيس قيسايد هي طبيعة النظام بالتمشي والاستفتاء والذهاب إلى النظام رئاسي أو رئاسوي السلطة تخرج عن إرادة الأحزاب وبالتالي عملية الاختراق والتطويع والإلحاق تبعا لذلك تصبح عملية صعبة بالتالي هناك بكل تأكيد ضغط وابتزاز على سجل الملف الاقتصادي مخلفات عشرية تقدر مستوى المديونية فيها بتسعة وثلاثين مليار دولار يعني انهيار وإجرام في حق الاقتصاد وفي حق الدولة التونسية أستاذ منذر هناك يعني غضب فعلي في تونس تجاه هذه التدخلات والمواقف الأمريكية والأوروبية هل يتطور ذلك فعلا إلى احتجاجات في شوارع تونس قد تكون بالطبع هناك حركات هناك حركات سياسية كانت عبر التاريخ الحديث لتونس مناهضة لاستعمار مناهضة للأمبريالية مناهضة أيضا لسياسات الإلحاق والتقسيم التي تنتهجها القوى العظمى وفي تقاليد السياسة التونسية لدينا معطى الاتحاد العام التونسي للشغل والحركة النقبية الحركة النقبية التي هي حاضنة لأوسع الجماهير كانت دائما إحدى محركات النظال من أجل أولا الوحدة العربية ثانيا الديمقراطية والتعددية لكن القضايا العادلة في طليعتها القضية الفلسطينية يعني لابد من الانتباه لأن هناك مزاج هناك وعي خاص بأهمية استقلالية القرار بالنسبة للشعب التونسي على اختلاف مكوناته ثم تقواص مشتركة وبالتالي المراهنة على حالة لمبالات كما يبدو أن بعض السفارات تصدق هذا في علاقة بمسألة الاستقلال خاصة والحساسية توجه السياسات الأمريكية يعني أعتقد أن هذه حسابات خاطئة وبالتالي هذه المسألة هي ذلك الخطأ الذي كان من المفروض أن لا يرتكب هو خطأ من شأنه أن يحشد مرة أخرى أوسع جماهير وراء رئيس قيسعيد لأن السياسات الأمريكية كانت إلى حد الآن سياسات فاشلة في عموم المنطقة العربية إلى حد الآن يعني إطلاق يد إيران في المنطقة إحدى نتائج السياسات الأمريكية وعلى الرغم من أن أوريكي سانجر يعود مرة أخرى ليؤكد على أن الهيمن الأمريكي يمكن أن تتواصل لكن أعتقد أن أمريكا لم تعد اللاعب الوحيد في المنطقة صحيح لكن ربما بعض الدول تحتاج لم ينتبه إلى هذا تحتاج إذا ذكرنا هنا صندوق النقد الدولي أتوجه بهذا السؤال لسيد جمال سيد جمال مارس دعوات للاحتجاج رفضا للتدخلات الخارجية أستاذ جمال إذا خرجت هذه الاحتجاج ألن يكون هناك تخوف تخوفات على تدهور العلاقات يعني غير الاحتجاجات هناك أيضا تصريحة للرئيس قيس السعيد وأيضا للأحزاب إلى غير ذلك ألن تتخوف تونس متدهور العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس وأيضا تونس تمر بفترة اقتصادية بأزمة اقتصادية صعبة هل سيأخذ ذلك بعين الاعتبار طبعا تبقى إرادة الشعب التونسي وسيادة الشعب التونسي التي كرسها دستور الجمهورية الجديدة بالنسبة لأن أهم معطى يمكن حمايته في برحلة الجمهورية الجديدة الأمريكان مثلما ذكرت وأريد أن أعالج على نقطة منذ حين تحدث عليها سيد منظر وهي أصبح تضحكة وهي أن الأمريكان يبحثون عن دمقراطة الدول العربية أو دول الشرق الأوسط أو ما يعرفه بمشروع الشرق الأوسط الكبير عن أي ديمقراطية يتتحدثون بعد أن حولوا العراق إلى خراب وإلى كدس من الحطام العي ديمقراطية يتحدثون بعد أن أسسوا داعش داخل سوريا وحولوا سوريا إلى ما هي عليه اليوم عن أي ديمقراطية يتحدثون بعد أن دكوا ليبيا بألاف الصواريخ وأسسوا صراع يعني بين السلطتين وقتل وغير ذلك إلى أين يريدون أن يتجه الأمريكان اليوم خلال دخلهم في تونس أعتقد أنهم يبحثون وأكد من جديد على بقاء موتى قدم لهم عن طريق الأخوان الذين يعتبرونهم دائما جيش الاحتياط بالنسبة لهم والذين يستعملونهم لتخريب الدول الشعب التونسي هو صاحب السيادة لا يمكن أن يسكت على مثل هذه التصرفات لا بد من حقه في الاحتجاج وتبقى نحن نطلب علاقة ند للند وعلاقة علاقة تعامل وعلاقة تبادل المصالح مع الأمريكان وغير الأمريكان اليوم الوضع غير الوضع وحتى إذا تدهور تعلاقات فيبقى كرامة الشعب التونسي وحروريتها الشعب التونسي أنجز طورة الحرية والكرامة سنة 2011 وهو يتمسك بكرامته قبل الخبز وندعو الأمريكان لمرأة الأخرى لمراجعة مواقفهم توجاه دول الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا بأنهم بدأوا يخسرون أنصارهم تدريجيا ورأينا مرة أخرى على زيارته الأخيرة رئيس الأمريكي إلى السعودية كيف بدأت تفقد هيبتها وتفقد سلطتها المعهودة اليوم ندعو الأمريكان مرة أخرى إلى التعامل بشكل آخر مع دول شمال أفريقيا مع الشرق الأوسط وغيروا نظرتهم إلى هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر